بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هنكمل شابتر سيكس اللي هو السلوب استابيليتي من قرص سايل استابيليزيشن الخاص بالمستوى العاشر في قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد النهاردة هناخد بارت فايف اللي هي ميسود اوف سلايسز أو طريقة الشرايح أو ساعد بنسميها السويدش ميسود أو الطريقة السودية السلايسز ميسود in this method the potential slab surface is assumed to be circular arc يبقى أول فرض عندنا إن الانهار بتاعي هيبقى عبارة عن جزء من مين من دايرة وليس جزء من برابلة فرض الثاني the soil mass above the assumed slab surface is divided into number of vertical slices يبقى احنا عندي دا شايفوا الميل بتاعي لازم يتقسم ليه سلايسز بالشكل دا عددهم قد ايه؟ طبعا كل ما قطر عدد اللي سلايسز الدقة الخاصة بالحل سوف تزيد ليه تزيد؟ عشان أنا كل ما هزود اللي سلايسز دا الجزء دا هو جزء من دايرة لكن لما تزيد اللي سلايسز هفترضوا إنه هو خط مستقيم فكل ما زود عدد اللي سلايسز كل ما الدقة هتزيد عشان دا هيقترب إنه هو يبقى خط بدل ما يبقى جزء من دايرة ولكن هياخد وقت كتير لو هيبقى الحل حل يدوي النقطة اللي بعد كده يبقى احنا اتفقنا إن الجزء دا هيبقى كله عبارة عن ايه؟ عبارة عن كورد يعني وطر يعني كل ما تقتر عدد اللي سلايسز هيطلع لك حل أدق بنقول من 10 ل40 سلايسز typically sufficient less for hand solutions يعني لو أنا هشتغل بالكمبيوتر يبقى ناخد من 10 ل40 سلايسز لكن لو أنا هتكلم بhand solutions كفاية قوي 6 أو 5 شرايح بس لما ياخد الشرايح عايزك تخل بالك أو تحترس من النقطتين ايه هما؟ أول نقطة خلي الشريحة بتاعتك تكون هنا عشان أقدر أجيب المساحة دي بسهولة بمعنى لو أنت جيت تقسم الشرايح وخدتها بالشكل ده عشان تجيب المساحة بتاعت الشكل ده موضوع هيبقى صعب شوية لكن لما أقسمها كده ودي شريحة ودي شريحة الموضوع هيبقى عبارة عن تربوزيدل أو تربيزيوم فالتربوزيدل ده أقدر أجيب منه من المساحة بسهولة النقطة الثانية شايف ده المركز بتاعي لازم تنزل بيه كده خط رأسي ويبقى فيه حد شريحة عنده ليه؟ عشان الشرايح ديه هتديني negative في قيمة التي زي ما هنشوف بعد شوية بيولي the factor of safety is defined as the ratio between the shear resistance of soil طبعا هو ده اللي بيقاوم عندي اللي هو shear resistance of soil and mobilized shear stress to maintain equilibrium the factor of safety is considered to be equal for all slides يعني أنا هافطرد أن الفactor of safety لكل الشرايح ديه يتماله متساوي وبعدين نجيب a lost factor of safety for different failure A surface بس عايزين نخلي بالنا ده مين slice هو ايه القوة اللي بتؤثر عليه ادي slice تكبرته قدامنا هو عبارة عن ده الوزن بتاعه المسافة بيه ديت فهيجيلي هنا shear ما بينهم وفيه normal احنا في حلنا في هذا القرص هنجليكت القوةين دولت هنشتغل بس على مين على الجزء اللي تحت هنا فعندي WG لو نزلت كده ممكن احللها لقوتين قوة كده وقوة كده قوة دي normal وقوة دي مالها قوة ديت T خلي بالك لو الزوية دي alpha وده ال W يبقى ال T دي بتسوي هي W cosine alpha وديت ها W sine alpha طبعا ال N ديت هيقابلها رد فعل ال N بتاعي دوت بيسويها وال T ديت وال T ديت هي دي بقى موتوتين ده ال T اللي بتعمل ايه اللي بتعمل driving يعني هي دي اللي هتسبب للانهيار اما ال T التانية ديت هي ده shear strength بتاعي اللي هو عبارة عن C في الطول بتاعي دوت اللي هو L arc small كده زائد مين زائد N تان phi ده اللي هو shear strength بتاعنا شكرا